فريق كيف تعتبر السبب في الأزمة التي يصل لها اليوم؟ الأزمة قديمة قديمة منذ ربعية الأزمة لكن انت فاقمت لمدة الأخيرة انت فاقمت باعتبار أن باعتبار أن هذه الناس من غير فانت كوميرس يدخل كما سار عمل في المحدة حبي تقدم حتى أحد سي شريف بلامين مرض لا يرحمه الآن لا يرحمه الآن العطروس عجز بعد سبع أشهر قدمه تفضله والد يشد لا يرحمه الآن أول واحد قادم أعطاه الفلوس تخلص الديون وشد خمس سنوات سليم الرياح إذا كانت أنتما عندكم عطفة على الأفريقي وعندكم ربما هكذا تقول أنت أولادها أولادها لا يرحمه لا يرحمه الآن ما تعتبر في سليم الرياح هو سبب الأول في الأزمة هذه سبب الأول ولكن تواصلت العملية لكن أنت في وقت من الأوقات حتى يمكن أن أعتبرك حتى بوق دعاية سليم الرياح أنا؟ مشبوخ دعاية أحنا تغررنا في الناس كل نعطيك حاجة أخرى أنا من مساندي عبد السلام اليونسي الآن أشد المعارضين لي نحن نعطيك حاجة أخرى سليم الرياحي ولينا أغنى فريقه وخليه حقق أو أن نحكيه بالمليارات في وقت من الأوقات نجم تغلطك سليم الرياحي غلطني كما غلطت الألاف غلطني رئيس الدولة غلطوه غلطنا المسؤوليته يتحم فيها 50% هنا محيط يدير به محيط يدير به محيط رهيب معنى حتى كان ساندت في وقت من الوقات لمصلحة النادي الأفريقي وليس مصلحة شخصية مصلحة النادي الأفريقي يعني برشة ناس نحكيك حتى على المجال السياسي فهم الناس انتخبوه وعمر ما انتخبوا في حياته انتخبوها بحكم انتماع من النادي الأفريقي في الانتخابات خذك على الجاب 17 مقعد في البرلمان لأنهم هما ينظروا في صورة الافريقي مهيمن عليهم هما هما موش مقتنعين به كرشل سياسي وهذا الامور الافريقي هي ضحية السياسة من زمان من زمان تبقى تفاقمت توصيح تفاقمت لأسباب معلومة أنه المسؤول اللي يجي ما يخليش حاجة نظيفة كون على مرات تفاقمت تفاقمت